الايمن والبطال الايصر الدكاترة يعرفوا كده حضرناك تعرف كده صحح لي لو انا يعني مش كده ولا ايه طيب القلب ده هو الجسم السنوباري اللي موجود في عندك في جسمك ابو حامد الغزالي ابن القيم رحمه الله وغيره يقول ايه يقول ان القلب الذي يعي يكونه معلقا بهذا القلب اللي هو بالقلب السنوباري يعني كأنه موجود في مكان ما في هذا القلب لكننا لا نراه طب وايش اللي خليك تعرف ان القلب الفاقه في القلب السنوباري الله تبارك وتعالى حينما يقول فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي ولهم قلوب الله يفقهون بها يبقى القلب هنا مش السنوباري هو الذي يفقه لا ده القلب الذي يفقه هو لطيفة يعني شيء كده موجود فيها له تعلق بهذا القلب السنوباري كأنه موجود هنا كده كأنه موجود كأنه لطيفة كده موجودة موجودة لا سواء كان في النص ترى المهم ان هناك شيء لطيف متعلق في هذا القلب السنوباري هو الذي يفهم وهو الذي وهو الذي يعقل طيب خلي بالك القلب ده القلب اللي هو بتاعك ده لما ربنا تبارك وتعالى يخلقك بيبقى على الفطرة الفطرة يعني ايه؟ يعني يبقى ابيض خالص لما يبقى قبل الخالص ده يبقى يساوي ايه؟ تعمل ليه يا سي الشيخ المتاعه؟ يساوي ايه مولانا؟ خلي بالك يبقى يساوي ايه؟ يساوي الشارع خلي بالك يساوي الدين يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها لا ايه؟ لا ايه؟ لا تبديل ايه؟ يبقى البيض دوما كل موجود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او يمصرانه او يمجسانه ماشي الحال؟ اصدهو الانسان ايه؟ قال الانسان هذا يشراحه القرآن معايا بابا 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 الانسان يشراحه يبقى انت بقلبك حينما تولد طب قلبك تفرد انك قلبك حينما تولد ما زلت وانت الكبير وانت كبير كده قلبك زين وهو لم يتغير باي شيء فهو 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 كما ايه؟ على الفطرة فهو على الايه؟ على الفطرة قال لو ان هناك قلب على الفطرة لعلي ما لعلي ما لعلي ما من امر الله تبارك وتعالى الكفير لكن ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان القلب دول لما يكون انت كده هيجي المال وحبه يعملك نقطة سودا مش كده؟ الاولاد والخف عليهم والشغلانة ليه؟ يخليك يعني تاكل حرام ولا تاكل النساء مش عارف تعملك مش عارف ايه؟ السلطان يعملك ايه؟ ليه؟ يعملك ايه؟ يبقى القلب ايه؟ فيه هلكات سوداة مش كده ولا ايه؟ صح؟ طيب لما ييجي انت بتعمل ايه؟ الشرع بيعمل ايه؟ القرآن بييجي هنا القرآن هو مش كده؟ اللي يجي ما انزله الله على رسول ييجي تقرأه على قلبك لما تقرأه على قلبك يروح نازل على النقطة السودا دي يروح مسياحة كده مخلهاش بقى موجودة بعد ان كانت سوداء اصبحت ايه؟ باضراك تزيد انت من قراءة القرآن والصلاة يجي على النقطة السوداء المرة التانية يروح ايه؟ ماسحها يبقى ايه؟ وهكذا ينزل القرآن والصلاة والصيام فيمسح النكات السوداء حتى يعود القلب ابيض كما كان على الفطرة يبقى هو القرآن والصلاة والصوم والصدقة والعشيات بتعمل ايه؟ قال ترجع القلب الى ما كان عليه حينما ولد الانسان على الفطرة ما شكرا عنه؟ وذلك عمل الرسول هو الذي انزل الله عليه القرآن وتكلم النبي بالسنة عليه الصلاة والسلام ليه؟ لانهم يرجعون القلب الى ما كان عليه فيه؟ في الفطرة يبقى هنا نقول هل انت قلبك قد رجع الى الفطرة التي خلقت الله عليها؟ أم كم من قلب نسبة قلبك فيه سواد وفيه بياض؟ وما علامة السواد فيه؟ وما علامة نسبة البياض فيه؟ انتم معايا ولا؟ نعم يبقى الله طب نجي نعمل ايه؟ قال هل تستطيعوا ان تحكم على الاشياء هذه ام لا؟ قال نعم نعم ان الله تبارك وتعالى قد قال ذلك قال فاما ثمودوا فهديناهم فاستحبوا العم على الايه؟ اذا هداهم اراد ان ينزل عليهم ايه؟ منهج يطاهر لهم قلوبهم فعملوا ايه؟ قال لك لا احنا مش عزين منهجنا حتى تبقى قلوبهم ايه؟ سوداء ها؟ سوداء مش كده وانا ايه؟ فلما تبقى قلوبهم سوداء ايفعلون الخير ام يفعلون الشر؟ الشر اذا اردت ان تحكم على قلوب الناس احنا لا ندخل على قلوب الناس يعني على فلان ولا الا احنا بنتكلم كلام عام شايفش حد يلي يشوف واحد يقول له الله انت قلبك اسمه الله انت قلبك اسمه لا هذا كلام فائد انتم عالوا لا لازم تكون دقيقين في الله احنا بنتكلم كلام عام منهج عام المنهج العام واقع فيه كثير من المسلمين الان ايه هو؟ قال اعمالهم تدل على قلوبهم ما هو لك يعطيك من فم اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ السعلق فاذا كان فيه السعلق هو كان الكلام هو الصدق الذي يفعله حاله ولذلك قالوا من لم يدلك على الخير ايه؟ حاله؟ لا ينفع كما قالوا صح ولا لا؟ طب من ايه ده؟ قال اذا كان القلب فيه نسبة الايمان في البيض اكثر من السواد يكون هذا القلب خيره اكثر من شره واذا كان نسبة السواد في القلب اكثر من البيض فيكون شره اكثر من خيره ولذلك ربنا تبارك او اذا كانت هناك نسبة متساوية يكون كما قال ربنا عز وجل خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يعفو عنهم واذا كانت نسبة الحسنات نسبة البيض اكبر من نسبة السواد فان الله تبارك تعالى وضع لنا قال ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين انت تسأل نفسك ايها المسلم كم نسبة بيض قلبك وكم نسبة سواده وتعرفه ذلك من عملك الذي تقدمه من صلاتك وصيامك وحجك وتعاملك مع اخوانك وتمنى الخير للناس وفعل الخير والصدقات وغير ذلك من هذه الاشياء فاذا كان الخير يغلب عليك فان نسبة البيض في قلبك اكثر من نسبة السواد هل تفهم؟ خلاص؟ ما شرحان؟ والله تعالى اعلى واعلى مرات القادمة الحديث اللي يقول تعرض الفتن على القلب عودن عودن نعم صحيح فالقلب نعم فالقلب الذي فيه قلب المنافق يتشرفهم هذا له شيء اخر كمان سنشرحه ليه؟ لان القلب حينما تكسر يكسر فيه السواد خلي بالك حينما يكسر في القلب السواد 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 دي يعني ايه؟ مش احنا قلنا السواد دي واحد حب المال حب المال الطاغ يعني ما كلنا بنحب المال صح او لا لا بس فيه واحد يحب المال من حراب المنحلال عادي صح نحن نتكلم على المعصية في حب المال ايه تانى ? حب ايه حب السلطان كبر بغير الحب الكبر الحسد مش كده الايه المن ايه تاني الغيبة ايه تاني النميمة ايه تاني ايه تاني لا كل 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 امراض كل امراض كل امراض اصبح القلب هذا أصبح القلب هذا مريض ولا صحيح؟ مريض ولا صحيح؟ مريض مريض أيها الطبيب حينما يكون قلبه الإنسان مريضاً صنوبره العضو صنوبره مريض ماشي؟ من الإمكان أنه هو أكل بتنجل؟ لا بتنجلش صحة أو لا؟ صحة أو لا؟ سر المهنة صحة أو لا؟ ماشي كده ما يكونش صح؟ فإذا كان قلبه سليماً يأكل صحة أو لا؟ يأكل مجدوس من الإمكان أنه يأكل دسم؟ لا ليه؟ قال القلب لا يستطيع أن يتحمل ذلك ماشي كده لا يأكل هذا القلب أيضاً هذا القلب لما يكون مريض لما ييجي تعرض الفتن عليه ليه؟ فالفتنة من جرائي هذا ليه؟ لأن هنا أيه؟ يعني الرفوف كده الفتنة إيه مثلا؟ هالمال الحرام ماشي كده؟ المال الحرام لما يؤرض عليه يشوف مال كده ومال كده ومال كتير فيعمل إيه القلب يقول له إيه؟ يقول له هاتو ليه هاتو؟ قال له أصل هنا فيه رف هنا هو الرف ده اسمه إيه؟ المال الحرام تعالي عم نصفه هنا حط مش كده قال له إيه؟ واحد تاني عنده إيه؟ الكبر انت الكبر قال له ده يقول لك حط ليه؟ قال القلب هذا يتشبع بإيه؟ بالأمراض ويزداد منها حتى يطبع الله عليك مش كده؟ مش كده قالوا كله هنا غلف في فرق بين الطبع والغلف وهنقوله مرة الجاية إذن طب دول لما يؤرض عليه الصلاة بلاش كده؟ لما يؤرض عليه الزكاة مثلا يعني الصدقة بلاش كده؟ لما يؤرض عليه آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ليه؟ طراب الشهامة؟ الشهامة يلي يقول له واحد يقول له كده يقول له ايه؟ يقول له خلي بدك خليك شعني كده يعني يعني خليك كده يقول له طيب خار طب احنا عايزينك النهاردة الساعة خمسة حاطر حاطر ويجي نروح الساعة ثلاثة يروح رايح عند مسافر في هذه يجي وقول له والله يا دعنا مش ويكون قاعد في البيت هو قول له والله ده أنا في أمريكا لها ليه؟ قال لأنه عرضت الشهامة على قلبه فلم تجدها محلها صح؟ أو لا الشجاعة الشجاعة عرضت الشجاعة على قلبه فلم تجدها محلها الزكاة عرضت الزكاة على قلبه فلم تجدها محلها ولكن الرقص يعرض على قلبه فلا تجده فلا تجده في أماكن الخيرات وإنما تجده في أماكن بخلاف القلب الأبيض يلا نصلي يلا نزكي يلا نعمل الخير يلا نقبل الله يلا نعمل كذا ليه؟ قال لأن كل فعل من هذه الأفعال الخيرة له فيها طب يلا نرقص يعني نحبش الدنس نحبش اللقص لا 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 طب يلا ليه؟ وهذا الفرق بين هذا وبينه انت بقى انت انت اللي قاعد قدام دي واللي بيسمع من أي قلوب هي عشان عشان تحصل عشان هل من الإمكان أن تملغ مرتبة الصدقية؟ أو التحديث؟ أو الكشف؟ أو الفراسة؟ أو يكون عندك إنهام بخير؟ أو إفهام؟ أو تنتفع بالبيان العام؟ أو البيان الخاص؟ أو الرؤية الصادقة؟ كل ده لازم تدين انت فيه من هذا عبش الله وإلى لقاء آخر عشان